لا يحدث هذا إلا في تعز شباب من المقاومة ينزعون الألغام بأيديهم ربما البعض سيعتبر هذا الأمر تهورا والبعض الآخر سيقول أنها شجاعة لكن الأهم من قول هذا وذاك هو دافع هؤلاء بالتخلص من الألغام المنتشرة في الأماكن التي كانت بيد ميليشيا الحثي والمخلوع ليتوقف الموت وانسحبه هو أيضا عناصر الميليشيا اعتادت تفخيخ الأماكن قبل الانسحاب منها فهم لا يريدون مغادرة الموت معهم بل بقاءه لينال من أكبر عدد من المقاومين وحتى المدنيين في تعز ألف الألغام مزروعة على الطرقات وحتى الأحياء السكنية أراد الحوثيون بها إيقاف تقدم المقاومة والجيش الوطني ولم يفلحوا بذلك أما وسيلة المقاومة للتغلب عليها فكانت بالتعاون مع خبراء متخصصين في تفكيك الألغام وبرغم إمكانياتهم الشحيحة إلا أنهم نجحوا في إبطال مفعول العديد منها لا ينتهي الأمر بالتحرير إذن في أي محافظة تعود إلى الدولة بل وبعد كل عملية تحرير يكون العمل أكبر على إزالة مخلفات الميليشيا والبداية تكون بنزع هذه الألغام فيما تبقى التحذيرات كبيرة للمواطنين في تعز للحذر منها إلى أن يتم الإعلان عن تأمين كافة المناطق المحررة اشتركوا في القناة